موسيقى استطاع الإنسان عبر مسيرة إنسانية طويلة الوصول إلى تطور كبير على كافة الأصعدة المواصلات والاتصالات والطب والتعليم والاقتصاد والعلوم وما إلى ذلك وقد ساعد هذا التطور على اجترار المزيد منه فهو طريق مبتدأه العزيمة والإصرار والعمل الجاد والرغبة في خدمة الإنسانية والإنسان حاليا يعيش في عصر الثورة الفكرية من ناحية الاختراعات كما وكيفا ويمكن تعريف الاختراع على أنه إيجاد الأفكار أو الأشياء بطريقة جديدة لم تكن من قبل ويمكن القول بأن العقل البشري يمكنه اختراع الأشياء بشكل طبيعي وهناك كثير من الاختراعات غيرت مجرى حياة الناس من الورق والطباعة والعجلة والمحرك والبوصلة والبليسنين والمصباح الكهربائي والقائمة طويلة وصولا إلى الروبوتات والأنترنت والهاتف الذكي والطابعات تلاتية الأبعاد والسيارات آلية القيادة والطائرات بدون طيار وهدفنا هو الحديث عن الدرون الجاسوس الطائر يرجع تاريخ الطيران لعدة قرون مضت ولكن القرن التاسع عشر يعد البداية لأول رحلة الطيران ناجحة آمنة وتمت بواسطة المنطاد الهوائي وفي الفترة من الحرب العالمية الأولى إلى الثانية وما بعدها حدث تطور تكنولوجي أدى لظهور طائرات ذات محركات الدفع واستمر التطور حتى يومنا هذا الذي نشهد فيه الاستغناء عن الطيار الذي كان إلى وقت قريب يعد حجر الزاوية في تسير وتوجيه الطائرة لتقوم بمهامها بشكل دقيق وحاسم أنواع الطائرات بدون طيار في الواقع تتنوع أنواع الطائرات بشكل كبير تبعا لحجمها وآلية الطيران وكذلك الأهداف المرجوة منها فعلى سبيل المثال تكون الطائرات المستخدمة للأغراض العسكرية والحربية كبيرة الحجم وقد تشمل على أسلحة حربية وكذلك أنظمة تجسسية متقدمة وأجهزة تعقب وتشويش في حين أن الطائرات المستخدمة للأغراض المدنية عادة ما تكون أصغر حجما ودات تقنية بسيطة نسبيا ويمكن تقسيم الطائرات بشكل أساسي إلى نوعين أولهما تعتمد على الأجنحة من أجل رفع هيكل الطائرة في حين أن الأخرى تشتمل على محركات مروحية سواء تلك الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية بل حتى السداسية وتدعى V-Tall وهي اختصار لVertical Take-off and Landing التي تعني أن هذه الطائرة تعتمد مبدأ الإقلاع والهبوط العمودي ولا تحتاج إلى وجود مدرج إقلاع على خلاف نظيراتها ذات الأجنحة العنصر الأساسي لعمل الطائرات بدون طيار ذات التصميمات الأبسط يتمثل في التحكم الجيد من قبل المستخدم وغالبا ما يتم السيطرة على حركات هذه الطائرة بواسطة أجهزة التحكم عن بعد التقوم هذه الأجهزة بإصدار الأوامر الحركية على شكل أمواج راديوية بتواتر 2.4 جيجا هيرث وتعتمد بعض التصاميم على اتصالات الواي فاي لتصل هذه الأمواج إلى حساسات موجودة ضمن الطائرة والتي تترجمها بدورها إلى أوامر حركية تصدرها إلى محركات الطائرة ومع تطور التقنية أصبح بإمكان المستخدم إرسال إشارات توجيه عبر الأياد للطائرة التي بدورها تستوعب هذه الإشارات لتترجمها إلى حركات ولمعرفة كيف تتبط طائرة الدرون رباعية المراوح في الهواء فإنه يجب دوران مراوح المحركات 2 في اتجاه عقارب الساعة واثنان عكس عقارب الساعة فدوران المراوح في اتجاهين متعاكسين تخلق قوة دفع تكون ضد قوة الجاذبية ووزن الطائرة مما يساعد على تحليقها أما بالنسبة للطائرات العسكرية ذات تصميم المعقد ففي الواقع يقتصر التفاعل البشري في الطائرات ذات تصميمات الأكثر تعقيدا على مرحلتي الهبوط والإقلاع فقط وتعزى قدرة هذه الطائرات على التحكم والتوجيه الداتي إلى وجود خوارزميات معقدة في برمجياتها بالإضافة إلى وجود كاميرات دقيقة توفر مسحا كاملا للبيئة المحيطة الأمر الذي يساعد في تعرف الطائرة على البنى الموجودة حولها وتفادي العقبات التي قد تواجهها عادة ما تكون هذه الطائرات مبرمجة قبل الإقلاع لإنجاز مهام محددة مسبقا ويمكن التحكم في هذا النوع من الطائرات بواسطة الأقمار الصناعية عبر محطات أرضية مجالات الاستخدام فبعد أن كانت الدرون منحصرة في المجال العسكري وفي يد الدول بعينها نلاحظ أنه في السنوات الأخيرة انتقلت هذه التقنية إلى الاستخدام المدني في مجالات عدة من الزراعة والريء والمسح الخرائطي وطلبات التوصيل والحماية المدنية ومواجهة الكوارث ومن بين مميزات الدرون هي الكاميرات المتبتة عليها الشيء الذي سمح لصناع الأفلام استغلالها بشكل كبير في تصوير الأفلام وبالتالي أصبحت جزءا لا يتجزأ من معدات التصوير في الوقت الراهن كما أن القنوات التلفزية هي الأخرى دخلت هذا المجال نظرا لما تتيحه الدرون من صور وفيديوهات رائعة من الجو مما يضفي على الحدث المراد نقله جمالية خاصة بعيدا عن الروتين وتتميز هذه الطائرات بالإضافة للصورة النقية والجودة العالية بصغر حجمها الذي مع تطور الوقت يصغر شيئا فشيئا هذا بالإضافة إلى سعرها المغري جدا على عكس الطائرات لهليكوبتر ذات الصوت المرتفع والذي قد يؤثر على جودة المادة المصورة والتكلفة العالية وكلما مر الوقت كلما ظهرت استخدامات أخرى للدرون ففي زمن جائحة كورونا مثلا لاحظنا استخدام هذه التقنية في التوعية والتحسيس ومراقبة مخالفين لحالة الطوارئ الصحية هذا الانتشار الواسع للدرون بأشكال وأحجام مختلفة الذي وصل إلى حد لعب الأطفال ومؤخرا بدأ استخدام هذه الطائرات في تصوير فيديوهات شخصية يخلق لدينا نوعا من التساؤل حول ما هي الحدود الفاصلة بين الحرية في الاستخدام والمخاطر التي يمكن أن تنجم عن سوء هذا الاستخدام لهذا الغرض عمدت معظم دول العالم إلى وضع قيود على استخدام هذه التقنية سعيا منها للحفاظ على أمنها واستقرارها وبالمقابل الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن تمنحها ترجمة نانسي قنقر